ازايكو جماعة عاملين ايه؟ معاكو احمد مذكور النهاردة احنا مش جايين نغني جايين نتكلم عن سرقة محتوى بتاعت القناة بتاعي في كذا قناة سرقت مني محتوى وده مش اول مرة طبعا يحصل حصل قبل كده وانا كنت بتواصل معهم يعني بقول لهم اللي الشغل ده بتاعي لو سمحت تمسحوا من عندك فكان في منهم طبعا قنوات بتمسح المحتوى وبتتفعل معايا ايجابي وكان فيه قنوات تانية اللي هو بيعمل عبيت اللي هو ايه ده شغلي انا وده حاكتي انا وطبعا كنت بامسحوا وفي منهم اللي هو ما كانش بيرد خالص يعني ما بياخدش اي اكشن فيه طبعا انا متعود على الموضوع السرقة ده وبعرف اخد حقي كويس وعادي يعني بالنسبالي اللي حد يسرق وبتاعنا كده كده كل الاغاني حتى بتاعتي انا دي معصاقة وبعمل ميكسات اغاني ودي كانت البداية بتاعتي القناة بتاعتي فطبعا انا عمر ادي ابدأ المطرب المفضل بالنسبالي فكنت باشتغل على برامج ببدأ اللي انا اميكس الاغاني مسلا وطبعا عشان ابقى مميز في الحتة بتاعتي الميكسات دي كنت اللي انا يعني مش بحط الاغاني زي ما هي كنت بعمل حاجة اسمها اللي هي بدون فواصل يعني الاغاني بتبقى مسلمة بعضها مسلا الاغنية تخلص تشتغل على طول الاغنية اللي بعد منها النهاية تسلم بداية الاغنية التانية بحس اللي ما يبقاش في فواصل طبعا الموضوع ده دايقني جدا موضوع اللي انا اتسرقت فهو مش جديد عليا طبعا بس حاجات دايق طبعا اللي انت تشتغل وتتعب وحنشوف مع بعض طبعا على اللاب ازاي الموضوع صحيح جدا يا جماعة ادي البرنامج اللي انا بشتغل اللي بعمل على الريميكسات تمام البرنامج ده اسمه فروتي لوبس طبعا الريميكس اللي هو بيتعمل فيه ده يعني واحد في المية بس من الامكانيات البرنامج ده بتبدأ تفتح البرنامج وبتحط التركات الاغنية دي بتبدأ تزبطها وبتبدأ بتنقسش دول بتدخلهم فبعض بعد كده بتبدأ تثبط اللي هم ساعة وبتثبط طبعا النهايات مع البدايات او بتشوف انت بتزبط بقى الشغل اللي انت عايزه بتحسن الصوت بتعلي بتوتي بتعمل اللي انت عايزه تمام طبعا البرنامج ده 15 يوم مجانة بعد كده بدولارات بفلوس وعشان طبعا تتعلم عليه وتتعرف تدخل جواه كل الاوبشينات اللي في ده ممكن تقول لك اصلا شهر شهرين قول لي انت اخد فيه كورسات يعني تمام بعد كده طبعا بتخدها سهل جدا يعني مش محتاج مش محتاج تعب خالص تمام بعد كده طبعا بتخش على المكتبة بتاعة الصوت بتاعتك العلينو تعطى تسمع في كل الاغاني اللي انت عايزها عشان تازل تظبط الكون تاخد ت 31 تاعت الاغاني لما تزبط الاغاني بتاعتك وتبدا بقى تدخلها وكدا انت معاك ال Elaine solar head بتبدأ تحطه على برنامج منتاج بوابة أيام وبعد ما تحطه عليه برنامج الامات بعد ما تحط الصور على الفيديوهات اللي انت عايزها على بتبدأ اللي انت بقى يبقى معاك الف diyeو بتاعتك وتبدأ تنظرها على اليوتيوب. بس الموضوع سهل جدا يعني مش محتاج مش محتاج تعب خالص يعني. لان انا من النوع اللي انا بزبر جدا ومش باخد تصرف بسرعة يعني بحاول اللي انا ايه مثلا لقيته وسرق حاجة بحاول اللي انا اقول له مثلا في كومنت الحاجة دي بتاعتي زي ما قلتلكو امسحه لان هو كان رده غريب جدا يعني غير متوقع يعني اخد اول حاجة البوم عمر جيب. البوم صهران. بعدت له كومنت وحوريكو طبعا على الليب كل حاجة حوريها لكو بالدليل يعني. بعدت له قلت له لو سمحت الالبوم ده بتاعي ومسحه من عندك. طبعا ما ردش. قلت له انت كده كده ده حقوق طبعا ونشر ومش هتستفيد بي يعني وانا مش بحب اللي انا بطريقة ودية يعني مش بحب اللي انا ايه يعني اعمل على طول مخالفة حقوق طبعا ونشري يعني. وعملتها بلكده ومجربها وعادي وبعرف امسح الحاجة لحد اخدها يعني. ما ردش استنت عليه تلاتة اربعة خمسة ايام. رجعت بصت تاني. الغريب اللي انا لقيته اه الرد بتاعه كان غريب جدا غير متوقع. لقيته اخد فيديو تاني من من الفيديوهات بتاعتي. اه كلمت برضو بكل زوق. اه بتقوله انت كده كده مش هتعرف تستفيد. ولو سمحت امسح انت كده اخد مني حاجتين يعني. الغريب بقى رده التالت كان غير متوقع تماما اه اخد فيديو ثالت. يعني ما كفهوش الفيديوهن اللي في الاول لا اخد كمان فيديو ثالت. فلا كده كتير يعني. يعني انت اخدت واحد ونبهتك واثنين. فمعنى كده اللي هو ايه يعني خلاص بقى اللي هو ايه يعمل اللي تعمله. فانا والله مش بحب اللي انا اقزي حد. اه. ده كده ده كده الفيديو اللي مسروق مني. تمام? نيجي ننزل تحت كده نشوف في الكومنتات. ادي الكومنت بتاعي. لو سمحت الفيديو ده بتاعي وتعبت فيه امسحه من عندك علشان ممكن عمل لك حقوق طبع ونشر وده تنبيه بشكل ودي. غير كده بيبان ان ده محتوى مقرر. يعني مسروق مش هتقبل مراجعة. تمام? طبعا هو مش من اسبوع. الفيديو ده تقريبا من اسبوعين او اكتر يعني. بس هو اليوتيوب بيجمع وقت يعني مش مش بيجيب الوقت بالزبط. يعني الفيديو ده اكتر من اسبوع. تمام? كان رد عليا. راح جاي اخد الفيديو. كان رد عليا اخد الفيديو بتاع انا جاي مقه. تمام? بياخد الفيديوهات زي ما هي. تمام? ادي القناة. ادي الكومنت بتاعي. كتبت له. لو سمحت الفيديو ده. والالبوم عمر الجيب. امسحهم عشان ده شغلي وانت سرقتهم. وانا اقدر امسحهم عافية بس بحب الاسلوب الودي. عندي صبر السنين. وانت فاهم الدنيا غلط مش هتكسب حاجة حقوق طبعا ونشر اساسا ومحتوى مقرر. تمام? برضو ما اردش عليا. كان بقى الرد بتاعه الفعلي اللي هو راح جاي منزل فيديو تالت ليا برضو. تمام? اهو. وكمان كاتب نفس العلوان اللي انا بكتبه يعني سعمل اجمل وانا هوريكو حتى وصو حتى هي جات. يعني اخد الفيديو بتاعي زي ما هو. اهو. احمد مذكور. ولا انا مش مش بقول يعني اللي واحد ممكن يسرق التراك ويعدل فيه يعني بس عموما دي كده الرسالة بتاعتي. قلت له بص كده تلات فيديوهات كل واحد اللي عملت لك ليه مخالفة. قناتك والله هتتقفل انا مش بحبها بقى مؤذي ونقدر قدامك بكرة الخميس ويوم الجمعة هقفل لك القناة كده. انا عملت اللي علي وزي اخر رسالة. طبعا استفزيني يعني قلت له تمامي. اي حد ما كان يعني على فكرة جماعة هيدقى جدا. تمام? لان الموضوع مش بالسهل الواحد يعمل الشغل ده. قد يكون بين لك سهل. بس اه سريعا كده انا حوريك انا بعمل ايه. اه هو اللي اضطرني لكده. و انا دلوقتي حوريك ويعني مع بعض اه حوريك ازاي اللي انت تقدم بلاغ مسلا لو حد سرقك. اه ازاي تعمل حقوق طبعه ونشر لحد اخد منك حاجة سواء حاجة كاملة ليك مسلا حاجة زي ما هي هو ده اللي حصل. اه يعني الفيديو الفيديوهات اللي هو اخدها مني دي. القناة اللي اخدتها مني. هو اخد المحتوى زي ما هو يعني اخد الفيديو بكل حاجة هو حوريك ويعني. او اللي هو ياخد جزء بس من المحتوى بتاعك مسلا او حتى صورة او ديئة ثانية زي ما يكون يعني اي حد اخد حاجة انا هو اريك ازاي اللي انت تشيلها من عنده يعني. اه طبعا انا ما كنتش اتمنى اللي انا اعمل كده بس اه انت اللي اضطريتني لكده. اه قلتلك مسحة مرة واتنين واستنيت عليك كتير وصابرت كتير اخدت معي الموضوع تحدي ا انا بعرف اخد حقر كويس لو حد سرق منك حاجة ازاي اللي انت تقدر تقدم فيه بلاغ لليوتيوب اللي انت تاعمل حقوق طبع وناش وتحفظ حقك. او عندي كده القناة بتاعتي من عندنا ادي الالبوم بتاع عمر الجيب اهو من ثلاث شهور اهو ليتشو مش بيكتب المعايد يعني بالزبط يعني ودي افضل اغاني عمر الجيب الرومانسية ودي عن غيم طبعا ناخد العنوين بتاعتهم عشان نعمل مخالفة مرة واحدة يعني اهو بصة جماعة دي القنوات اللي هي سرعيني طبعا اهو مسلا عمر الجيب دي اهو دي قناة اتنين تلاتة وابل كده كان في كتير يعني بس هما دول اللي انا اقيم استنى عليهم يعني اه بس القناة بتاعت اغاني رومانسية ده للاسف خلاص يعني سرق مني تلات فيديوهات وكان لازم ردي يعني ما ينفعش اي حد ما كاني على فكرة جماعة حيتداي وحيامل كده حتى لو نشوف هنعمل ازاي البلاغ ده وازاي لو تسرق منك حاجة اه تقدر اللي انت تستردها يعني الخطوطة يا جماعة واحدة واحدة كده ازاي اللي انت تعمل بلاغ عن حد سرق محتوى من عندك وتمسحه من عنده يعني لو المحتوى ده بتاعك سواء جزئي او كلي هتكتب كده في جوجل بلاغ حقوق طبع ونشر اليوتيوب هاي رسالة اشعار بازالة محتوى بسبب انتهك الحقوق هتظهر لك الصفحة دي هاتو هاي رسالة شاكوى بشاق حقوق طبع ونشر خلي عربي ويقول لك محتوى غير لائق اتظهر رسالة خصوصية تهك العلامة التجارية التعجي على المؤلف ماشي دي هتعجي على الحق المؤلف من المقصود انا شركتها ومساجين ماليك بخلحه لأ انا اللي متضررت هاي مصبع هنا بيقول لك مقطع الفيديو المراد ازالتون هتعمل ايه كالتالي هتحط هنا اللينك اللينك بتاع سامحوني جمالة لو الكاميرا بتتهزه وكده هتحط هنا اللينك بتاع القناة اللي هو سرقتك تمام تمام اهو انا اغدكو بكده نصح هتجي هنا هتروح جاي ايه حطه هنا في الاختيار ده بيقول لك العمل المزعوم بانتهاكو فبيقول اسمي اغنية الاصلية برنامجي اعمالي فنية فانا في الموقف ده انا هقول ايه اعمالي الفنية تمام عنوان العمل الفني تمام هنا طبعا انا هكتب له ايه? عنوان العمل الفني اللي انا عمل ده المنظر النهائي هنا بتحط آآ الفيديو اللي هو كده احنا خلص خلصنا بتحط هنا اللينك اللي هو بتاع اللي من فوق اللي زي ما شفنا اللي زي ده كده اللي هو اللي زي ده كده اللي مسروق تمام الفيديو المظهوم انه يمثل انتهاك تمام ده بتحطه اه بعد كده بتختار العمل بتاعك تمام بعد كده بيقول لك عنوان اه العمل الفني بتاعك يعني انا بحط البردو الرابط بتاع برضو الفيديو بتاعي بدل ما بحط عنوان وانضيع وقت فبحط الرابط برضو تمام وتكتب مسلا زي ملحوظة لو رسم فني مش عارف اي حاجة بتاعتك لو حاجة اخرى مسلا كتب له ريميكس وده اغاني بدون فواصل يعني تمام الفيديو كامل وممكن تعمل اللي انت كزا مخالفة تمام او يعني اعملنا التلات اه تلات حاجات التلات فيديوهات اللي هو سريقهم انا عملتهم لو عايز تزود كمان في اضافة اهي فيديو اخر ممكن لو عايز اللي انت تعمل كزا مخالفة مرة واحدة يعني بدل ما انت تعمل واحد واحد تمام في بقى هنا في الخنات اللي تحت دي اه عندك الحاجات دي انت لازم تملاها برضو اه الاسم القانوني الكامل بتكتب اسمك والحاجات دي بتكتبها بالزبط برضو العنوان والمدينة والبريد والتليفون تمام والشاكوة برضو بتكتب الشاكوة بتاعتك تمام بتملا كل الحاجات دي يعني اه بيتعلم على الحاجات دي صح برضو اه بعد كده بتعمل تقديم شاكوة بعد كده بتجي لك رسالة اللي الحاجة دي اتشالت من عن دول حب اه اوريكو برضو لو عايزين تسحبوا الشاكوة ازاي لو انت راجعت في كلامك يعني اه بتخلص كل حاجة وبتضغط بقى اللي هو تقديم الشاكوة و مش عارف اقول ايه والله بس ما كنتش عايز اعمل كده بس اه الموضوع مستفز دي جماعة انت لو تعبت التعب اللي انا تعبته في الحاجة دي وعادت اتواصل معايا رسالة وبرسالة وبعد كده اصبر عليه كم يوم وابعت له تاني على فكرة انا مستنيتش والله الاسبوع واليوتيوب مش بيكتب الموعيد بالزبط يعني احنا داخلين دلوقتي في اكتر من اصبعين والله على الموضوع ده وفيه قنوات تانية انا صبر عليها ماركنها على جنب برضو لغاية لما اشوف يعني هم اخرهم ايه يعني مش مصدقين يمكن لما يشوف الفيديو دي او اي حد يشوف الفيديو ده يبطل يسرق وياخد مجهود الناس يعني واكتهد يعني اعمل حاجة بتاعتك انت ومفيش حاجة بالساهل يعني